اشتركوا في القناة من اين جاءت داعش ولا الى اين تمضي وضد المنطق والعقل الامريكان بقولوا قدامنا سنين ومع ظهور الامريكان داعش بتتوسع وتتوغل انما الاكراد عندهم سلاح للمرأة المتطوعات الكرديات اللي هم بيقوموا ببطولات في مواجهة داعش لكن للأسف بتقول كتير من المقاتلات الكرديات ان احنا اكبر خطر بيواجهنا مش الموت واحنا بنقاتل داعش انما اكبر خطر بيواجهنا هو الاسر ان اي كردية مسلمة تقع في اسر حركة داعش خوفا من التعذيب والاغتصاب والقتل شوف لما كان قبل كده ان المرأة المسلمة تستنجد بالرجل المسلم شوف قبل كده لما كان بيتقال ومعتصما علشان القادة المسلمين او خليفة المسلمين يذهب لحماية مرأة المسلمة دلوقتي المرأة المسلمة خيفة من الخليفة المدعو او بكر بغدادي ومن حركة داعش وبالنسبة لها الانتحار مقدم على الاسر وفي جيلان المشهورة جدا الفتاة الكردية اللي عندها تسعتاشر سنة اللي هي كان بتقاتل داعش وخافت ان هي تقتل في القتال مع داعش لكنها كملت خافت ان هي تقصر والسلاح كان قرب يخلص منه الزخيرة فقتلت نفسها باخر رصاصة اللي صورتها على الشاشة دي فتاة مسلمة من الاقراض كان بتقاتل داعش ولأت ان القتل ان هي تقتل نفسها اهوا من انها تكون اسيرة لدى داعش هذا ما فعلته داعش بالاسلام والمسلمين والمسلمات